بنان لقد حان وقت النوم يا بنيتي الآن؟ نعم الآن إذن احكي لي قصة قبل أن أنام ماذا أحكي؟ آه تذكرت قصة جميلة كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عليه أفضل الصلاة والسلام هنحكي اليوم يا بنان قصة سيدنا شعيب عليه السلام شعيب؟ لم أعلم أنه كان في رسول اسمه شعيب لا يا بنان سيدنا شعيب لم يكن رسول بل كان نبي أرسله الله إلى أهل مدين وكان سيدنا شعيب يمتلك أسلوبا جميلا في الحديث مؤثر وحجته قوية حجته قوية؟ ما بعد حجته قوية يا أمي؟ أي لديه قدرة على الإقناع فأرسله الله إلى أهل مدين لأنهم كانوا غير مؤمنين بل كانوا يعبدون شجرة كبيرة تسمى الأيكة يصلون لها ويتعبدون ويتبركون بها ويقدموا لها الهدايا والعطايا ولماذا يا أمي يفعلون ذلك ويعبدون هذه الشجرة؟ لأنهم كانوا يقولون أنها شجرة مباركة تنفع وتضر وهذا طبعا من شدة جهلهم وبالرغم من كفرهم وعبادتهم غير الله إلا أن الله عز وجل أنعم عليهم بنعم كثيرة لعلهم يتوبوا ويرجعوا فهم كانوا يملكون مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي تزرع بها كل أنواع الخضروات والفاكهة والنباتات والثمار ما شاء الله يا أمي؟ ليس هذا فقط يا بنان بل كانت لهم أسواق كبيرة ومعروفة بين القبائل يأتوها من كل مكان ليشتروا من أهل مدين الحبوب والتمر والزيتون وكافة أنواع الفواكه والثمار كل هذه النعم ويعبدون غير الله لابد أنهم حمقى بنان حمقى؟ كلمة لا تليق يا بنان استغفر الله استغفر الله آسف يا أمي هم كانوا كفار الشيطان لم يتركهم أراد أن يضلهم كغيرهم فأنت تعلمي أن الشيطان عدو للإنسان لا يحبه ولا يحب الخير له لذلك أضلهم ليعبدوا الشجرة من دون الله ليتهم لم يسمعوا كلام الشيطان ليتهم يا بنان فهم أيضا كانوا يستخدمون وسائل ماكرة وخبيثة إذا باعوا لأحد أو اشتروا منه كانوا يضحكون على الناس ويكسبوا منهم بالمخادعة ويسرقوا ويغشوا في الميزان استغفر الله يا أمي هذا سرقه والنقص في الميزان حرام نعم يا بنان هو حرام فعلا ولقد نهى الله عنه في صورة المطففين ولقد حاول سيدنا شعيب معهم كثيرا حتى يؤمنوا ويتركوا عبادة الأيكة الشجرة التي قلنا عليها وكذلك ليكفوا عن الغش في الميزان إلا أنهم كانوا يسخرون منه ومن أتباعه ويتحقون عليه وظلوا على هذا الحال أعواما وأعوام سيدنا شعيبي يدعوهم ويحذرهم من غضب الله وهم يسخرون منه ويصروا على كفره حتى جاء الموعد وأرسل الله عليهم صيحة عظيمة أهلكتهم جميعا صيحة؟ ما معنى الصيحة يا أمي؟ الصيحة هي صوت عال جدا أهلمهم في آذانهم وماتوا جميعا لا حول ولا قوة إلا بالله ماتوا جميعا نعم يا بنان إن الله قد أكرمهم بنعم كثيرة وصبر على كفرهم وغشهم وسخريتهم من سيدنا شعيبي وأتباعه وأعطاهم فرصة تلو الأخرى حتى يتوبوا ويرجعوا على الضلال إلا إنهم رفضوا وسيدنا شعيبي والذين آمنوا معه ماذا حصل لهم يا أمي؟ نجاهم الله بفضله ولم تؤذهم هذه الصيحة فالله ينجي عباده المؤمنين من العذاب في الدنيا ويدخلهم الجنة في الآخرة أما الآن فتصبحين على خير يا بنان لقد حان وقت النوم لا لا يا أمي من فضلك احكي لي قصة جديدة لا يا بنان غدا إن شاء الله نستمع إلى قصة جديدة أما الآن فإلى اللقاء